وهو أختار تحديداً وده كان غريب شوية للبعض واختار أنه يدفن في زي ما بتقال كده مكان هو مش زي البشر هو المدفن أدوار يعني المدفن أنا مش عارفة الصورة هتبقى واضحة ولا لأ عندنا الصورة دي بس المدفن زي مبنى المبنى ده أدوار وكل دور ده زي ما بتقال مكان بيدفن فيه بعض الأشخاص هو اختار الطابق التاسع تحديداً أنه يدفن في الدور التاسع هي مقبرة عمودية بيتقال عليها يعني طيب ليه الدور التاسع وليه بالقرب برضو من ملعب نادي سانتوس زي ما احنا عارفين هو ده النادي بتاعه أو ده اللعب فيه على مدار مشواره في كرة القدم يعني طبعاً ليه ذكرى حلوة معاه أو كان بيحبه بشكل كبير كان مرتبط بيه بشكل كبير لكن الدور التاسع تحديداً هو كان مختاره من قبل ما يتوفى عشان تكريماً لروح والده طبعاً اللعب الكبير برضو لعب كرة القدم السابق هو كان بابا أو والده بيلبس أو بيرتدي رقم تسعة عشان كده هو اختار الطابق اللي هو هيدفن فيه يكون في الطابق التاسع أو في الدور التاسع يعني المدفن ده برضو بالمناسبة بيرجع ليه على 1983 إلى عام 1983 وهو بيحتوي على أكتر من 14 ألف قبل 14 ألف قبل وحاجة كبيرة جداً لحضراتكم دخلتوا على جوجل يعني هتلاقوه وده كان بقى الموضوع الغريب أن المكان ده أو المدفن العمودي ده كان في البداية أصلاً حديقة ستوائية وكان فيه مطعم وكان فيه متحف وحاجات زي كده يعني على كل حال التابوت كمان خلييني أقول حضراتكم الخاص بيليه هيكون مطلي هو مطلي باللون الدهبي وحيتوضع بجواره يعني مجموعة من المنحوتات والصور لهذا الأسطورة الكبيرة جداً أو هذه الأسطورة الكبيرة جداً